استخدام غاز الأعصاب ومواد كيميائية وضخها لتتسلل عبر أنفاق فصائل المقاومة الفلسطينية هي إحدى سيناريوهات شكل الغزو البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خطط أمريكية إسرائيلية كشفها موقع ميدل إيست أي الإخباري نقلا عن مصدر وصفه الموقع بالرفيع والمطلع بشؤون الفصائل الفلسطينية هو الآخر عزى معلوماته إلى تسريبات من مصدر أمريكي فأوضح أن القوتين تؤخران الغزو البرية لغزة ضمن خطة إحدى ركائزها هو حملة تضليلا تهدف للحصول على عنصر المفاجأة في هجوم متعدد الجوانب عبر الأنفاق يتزامن مع هبوط قوات خاصة أخرى في شمالي غزة وعلى طول ساحلها وفي التفاصيل يبين المصدر أن قوات دلتا الأمريكية ستشرف على عملية إغراق الأنفاق بالكيمويات والغازات بشكل واف وكفيلا بشل الحركة الجسدية لعناصر حماس لفترة تتراوح بين 6 و 12 ساعة يستغلها جنود الاحتلال لاستعادة أسراهم وقتل الآلاف من جنود كتائب القسام من دون ذكر معلومات عن الآلية التي سيتبعها الاحتلال لحماية المحتجزين الإسرائيليين من مفعول تلك الغازات في ظل إفادات تبين أن حماس تحتجز الأسرى في تلك الأنفاق التي تشبه خيوط العنكبوت وفق أقوال محتجزين أفرج عنهم مؤخرا تكثر التأويلات لأشكال الهجوم البري الإسرائيلي للقطاع وتتزاحم مع التوقعات حول نسب الخسائر والفشل أو الفوز والانتصار ويبقى الهدف المعلن للرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو القضاء تماما على حماس مهما بلغت الأثمان واستضبابية تغلف شكل الصد والدفاع وأسئلة أكثر عن مضى صمود كتائب القسام وغيرها في حال وطئت إسرائيل الأرض الأصلب للمقاومة الفلسطينية في الوقت الراهن